شيخنا الكريم قد يحصل نفع من لبس الحلقة ويحصل شفاء مثلاً للمريض أو لهذا الصغير هل يقال بأن هذا هو ابتلاء إذا كانت هذه الملبوسات ليس لها خاصية طبية وحصل بها نفع فإن هذا من باب الاستدراج فلا يقتر بذلك فليبادر بتركها ورفحها والابتعاد عنها أما إذا كان فيها خاصية طبية يقرر الأطباء أن فيها نفع للجسم أو أنها تجتذب شيئاً من الجسم فلا بأس بذلك لأنها من الأسباب النافعة إذا تقرر فيها ذلك لكن لا يعتمد عليها ولا يعتقد فيها وإنما يعتبرها من نوع العلاج يقرر الأطباء ذلك يعتبرها من نوع العلاج نعم